وحول التطورات الميدارية في تعاز ينضم إلينا مراسل الإخبارية محمد الحديف أهل محمد ماذا عن الوضع الآن في حجة خاصة بعد فصل جبهتي ميدي وحرض من قبل الجيش الوطني الوضع الأسكري في جبهة ميدي محافظة حجة يصير الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فيها بالتقدم الكبير داخل عمق أحياء مدينة ميدي الجيش الوطني خلال الساعة الماضية اقترب كثيرا من قطع خطوط الإمداد ما بين مدينة حرض ومدينة ميدي سيطر عليها ناريا لا تستطيع قوات عناصر ماليشيات الإنقلابية التحرك في الخط الواصل ما بين مدينة ميدي وحرظ بسبب أن الجيش الوطني سيطر عليه ناريا وقطع خطوط الإمداد كما أنه يواصل تمشيطه للمناطق التي سيطر عليها وهي طبة الحرورة وكذلك طبة الخنادق ومنطقة الحوض المجمع الحكومي هذه المناطق يواصل الجيش الوطني سيطرته عليها وتمشيطه لها وكذلك يتعامل مع المناطق أو مع المباني المفخخة التي تم زراعتها بالعبوات الناسفة من قبل الماليشيات الإنقلابية نستطيع بالمجمل أن نقول أن الجيش الوطني في جبهة ميدي حقق تقدما كبيرا وهو يصب للتقدم نحو محافظة الحديدة ما هي آخر التطورات في تعاز حتى الآن؟ في تعود صدت قوات الشرعية هجوما عنيفا للماليشيات الإنقلابية في منطقة الشقب وكذلك منطقة الأقروض بعد معارض عنيفا أثناء الليل وصباح اليوم كانت الماليشيات الإنقلابية تحاول أن تتقدم في منطقة الشقب باتجاه منطقة العروس لكنها فشلت عادت وطلبت من أهالي منطقة الشهر إخلاء منازلهم والخروج من منازلهم بمفردهم ولم تسمح لهم بأخذ أدواتهم أو مقتنواتهم حولت المنطقة إلى منطقة عسكرية كما أنها تسعد لتفجير بعض المنازل في هذه المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة تعز كذلك سحبت تعززات لها من حيفان ونقلتها إلى منطقة الصل تحاول أن تبغط كثيرا في هذه المنطقة للوصول لتقطع الخط الرئيسي الرابط ما بين مدينة تعز وعدن هناك اشتباكات أو مواجهات أخرى في منطقة حس سالم القريبة من منطقة موشق أولى مناطق محافظة الحديدة تحاول القوات الشرعية في هذه المنطقة تنزع حقول الألغام وشبكات الألغام التي زرعتها الماليشيات الإنقلابية والتقدم باتجاه منطقة موشق أولى مناطق مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة نعم إذا كان معنا مراسل الإخبارية محمد الحديفي من تعاز شكرا جزيلا لك